طيب في خبرين أخيرين عن الأهلي قبل ما ننتقل إلى ملف آخر وأخير قبل الفاصل وهو عن العروض اللي بتيجي لأجانب الأهلي زي قلت لكم من زمان قوي وقال بعدها عدد كبير من الإعلاميين زملائي أنه الخبر لاحقاً أنه كل لاعبي الأهلي من الأجانب تحت التقييم كلهم تحت التقييم لأن الأهلي بيبص بقى دلوقتي مين اللي يستحق الاستمرار ومين اللي بيحتاج في مركزه للاعب أجنبي يعلي جودة الفريق أليو ديانج بيمتلك الآن عرضاً سعودياً وآخر قطري في الفترة الحالية لم تصل عروض رسمية إلى الأهلي حتى هذه اللحظة ولكن اللاعب اللي تعاقد مع شركة تسويق جديدة حصلت له هذه الشركة على وهي خليجية بالمناسبة على عرضين واحد قطري واحد خليجي وقبل العروض الرسمية ما تصل بيكون فيه تواصل تليفوني وشفوي ما بين الطرفين وده اللي بيحصل دلوقتي ما بين هذين الناديين وما بين مسؤولي النادي الأهلي ما نعلمه أن الأهلي ينتظر عرضاً يصل إلى 3 مليون دولار ليبيع ما تبقى من عقد لعب الوسط المالي اللي ما بيشاركش بانتظام تحت قيادة مارسيل كولر لكن اللي لا يختلف أحد على دوره الكبير وفي نص ملعب الأهلي لسنوات وسنوات بل وفي وقت من الوقت وصل رقم أعلى من كده بكتير ولكن بنزول الكيرف شوية بنزول معدل المشاركات شوية فالرقم المطلوب الآن 3 مليون دولار من مالي إلى جزائري القندوسي إيه أخباره؟ القندوسي يا جماعة المعار من الأهلي إلى سيراميكا كريباترا في إعارة تنتهي بنهاية هذا الموسم وصل إليه عرض تركي العرض التركي ده وصل لللاعب نفسه فهو بدأ يفتح خط مكالمات مع مسؤولي الأهلي يسألهم هل أنا في حسابات الفريق لأعود الموسم اللي جاي ولا فيه احتمالات لإعارة تانية علشان نبدأ نتناقش في العرض اللي جاي له من تركيا ما أعلموا أن القندوسي أساسا يرغب في رحلة احترافية خارجية في أوروبا تحديدا هل تركيا هو الطموح؟ ربما لكنه في النهاية الأبواب كلها مفتوحة مفتوحة بمعنى أنه قد يكون فيه عودة للأهلي بشرط أو مش أقول بشرط لكن مع سؤال هل بعودتي سأشارك أم لا ومع بقاء محتمل في سيراميكا كريباترا إذا اتفق الناديان الأهلي وسيراميكا كريباترا على استمرار اللاعب لو كان اللاعب ملوش دور كبير مع الفريق أو أن يوصل للأهلي بقى العرض الرسمي لبيع اللاعب في الخارج وهذه العروض أحدها عرض تركي زي ما قدام حضرتكم في الزمال